قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن العلم أحد أهم جوانب التراث الإنساني ومنصات العمل المشتركة التي تعد أساس التنمية والأمن والسلام مؤكدا ضرورة بناء علاقات علمية متينة مع مختلف الدول جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ صباح الخالد في افتتاح الملتقى السنوي للأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبينا أن مثل هذه الملتقيات تعزز تعاون المشترك في ميادين البحث العلمي في جميع التخصصات كما تعزز الروابط بين العلماء والباحثين الشباب وتطور العلاقات العلمية بين الكويت والدول العربية وألمانيا